اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على ان يصل المملكة خلال ساعات يوم الجمعة تفاصيل هذا المنخفض الجوي نستعرض في هذا التصميم حيث يتوقع ان يبدأ هذا المنخفض الجوي بالتأثيرات على الاردن اعتبارا من نهار يوم الجمعة كميات الامطار المتوقعة هي من 5 الى 20 مم سرعة هبات الرياح 70 كم في الساعة اما المناطق المشمولة ستكون المنطقة الشمالية والوسطى مدة التأثير ستكون سريعة حوالي 12 ساعة اما درجات الحرارة ستكون بين ال 6 و 12 درجة مئوية اما درجة المنخفض كما ذكرنا ستكون من الدرجة الثانية نستعرض الان تفاصيل درجات الحرارة بهذه الخريطة لتوزيع الكتلة الهوائية من يوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الخميس سادت اجوة باردة نسبيا بسبب كتلة هوائية ذات درجات الحرارة منخفضة بدأت تؤثر على المملكة لكن يوم الجمعة ومقتراب هذا المنخفض الجوي تتعمق الكتلة الهوائية الرئيسية الباردة وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي مع بدء عبور لهذا المنخفض الجوي لكن يوم السبت يبتعد هذا المنخفض الجوي على أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا خلال بداية الأسبوع القادم تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي يستعرض في خرائط الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت يوم الجمعة بإذن الله تبدأ تأثير هذا المنخفض الجوي خلال ساعات الصباح والصباح المتأخر يؤثر على المنطقة الشمالية والوسطى بزخات من الأمطار حيث تعبر الجبال الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي بالتالي يوم الجمعة تكون الفرصة مهيئة لعطو زخات من الأمطار على فترات وانخفض ملموس على درجات الحرارة وأيضا نشاط في سرعة الرياح الغربية التي تثيل الأترباء والغبار في المنطقة الشرقية وعموم المناطق الصحراوية خلال ليل الجمعة على السبت يبتعد هذا المنخفض الجوي تتراجع تأثيراته ويميل الطقس لاستقرار أكثر مع استمرار للطقس البارد بشكل عام توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية سبع درجات مئوية ملموسة أربعة رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة أسرع بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة كما ذكرنا تتأثر المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على النوم من الدرجة الثانية فرصة إذا خاتم الأمطار 11 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرة 6 درجة مئوية يوم السبت يبتعد هذا المنخفض الجوي تتراجع تأثيراته لكن تبقى الأجواء باردة 15 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرة 7 درجات يوم الأحد يستقر الطقس بشكل كامل ترتفع درجات الحرارة لتصبح 18 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرة 11 درجة مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال